في العهد القديم الرب هو غافر الخطية مكتوب ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد أرمية إصحاح 31 آية 34 في العهد القديم أنا أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطيك لا أذكرها بكمل بقول في ميخا صحاح 7 من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة في العهد الجديد قالوا عن يسوع لماذا يتكلم هذا هكذا بالتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده وقال يسوع ولكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم احمل سريرك وامشي في لوقة سبعة المرأة الخاطئة مكتوب من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا تعرف حبائي اللي عاوز أقوله في هذا الموضوع لما الرب يسوع العالم بكل شيء عرف أفكار قلوبهم هن في قلبهم قالوا أنه هذا لماذا يتكلم هكذا بالتجديف بعدين قالهم أيما أيصر حتى على الصليب عندما قال اللص التائب أذكرني يا رب متجئت في ملكوتك قال له اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطايا أعطاه حياة أبدية أعطاه ضمان الحياة الأبدية وباللحظة اللي مات فيها رح يكون مع يسوع المسيح شو بدك أجمل من هيك